والحديث حول هذا الموضوع رح ينضم بلنا وموجود معنا في الستوديو العميد الركن المتقاعد محمد باشا علي الشنكات صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شكرا على الاستضافة يعني محمد باشا خلال 25 سنة هناك تحديات أمنية عديدة واجهت الأردن ولكن الأردن بقي حصنا منيعا مستقرا شامخا بفضل جهود جلالة الملك نتحدث عن جهود جلالة الملك التي حافظت على استقرار الأمن والأمان في المملكة الأردنية الهاشمية بداية حابة أشكركم على الاستضافة في قناة رؤية واسمحوا لي بداية من خلال قناتكم المميزة أن أرفع أسماء آيات التهنية والتبريك إلى مقام حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وسموه ولي عهدي الأمين بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته وسلطاته الدستورية وبمناسبة الاحتفال باليوربيل الفضي في مسماه والذهبي في مضمونه حقيقة وحيث كانت 25 عاما هي مسيرة نجاح ذات علامات فارقة في الإنجاز منهجة الحكم الرشيد لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه عودة إلى سؤالك سيدتي الأردن بحكم موقعه بالموقع الجيوسياسي في عين العاصفة وفي ظل بيئة إقليمية غير مستقرة أمنيا وسياسيا في دول الجواب انعكست ذلك على الساحة الأردنية وألقت في ظلالها هذه التفاعلات الأمنية وعدم الاستقرار على الساحة الأردنية فتأثر الأردن بظاهرة الإرهاب والتطرف في هناك أحداث حدثت من عام 2002 إلى عام 2005 زي ما تعرفوا تفجيرات عمان عام 2016 أحداث الكرك وإربد ورح ضحيتها من أبناء القوات المسلحة ورح ضحيتها مدنيين أبريا كل ذلك جاءت الرؤية الملكية حقيقة مبكرة في عام 2004 من خلال رسالة عمان والتي تدعو إلى نبذ العنف والتطرف والدعوة إلى التسامح الديني والتي طرحها جلال السيدنا هي مبادرة مفصلة لجلالة الملك عبد الله الثاني لأنه استشعر هناك استشرق الهجم الشرسة التي تعرض لها الدين الإسلامي وبحكم أنه هو الحفيد الواحد وأربعين للرسول عليه الصلاة والسلام فشعر أنه سيدنا من واجبه أنه يدافع عن الدين الإسلامي فكان يدافع عن الدين الإسلامي في المحافل الدولية في المؤتمر الاقتصادي في نيويورك عام 2002 وضح الصورة السمحة للإسلام وكانت بعد أحداث 11 أيلول التي حدثت في الولايات المتحدة بعد ذلك جاءت مضامير رسالة عمان بعلماء مسلمين من مختلف دول العالم وضحت مضامير رسالة عمان وأيضا هناك تبعها مبادرة أخرى التي هي مبادرة عديدة أطلقها جلالة سيدنا وستهدفت أيضا فئة الشابة تحديدا لما نعلمه أنه مرات يكون فيه توجهات لاستقطاب هؤلاء الشباب وأيضا كان فيه كلمات عديدة لجلالة سيدنا بكافة المحافل بتحدث حول الحوار حوار بين الأديان قبول الآخر وإلى آخره والتسامح وغير مئة بالمئة سيدة ست نعم صحيح يعني كان هناك جلال سيدنا في أي محفل دولي وأي مناسبة وأي زيارة يتطرق إلى سماحة الدين الإسلامي وهو أول من سمى هؤلاء بالخوارج لأنهم خرجوا عن النهج الصحيح للدين الإسلامي والذي يدعو إلى التسامح ونبذ العنف وعدم قتل الأبرياء فكان هناك برعاية ملكية أيضا وبدعو من جلال سيدنا اللي هو إسبوع الوئام بين الأديان عام 2010 صحيح فسيدنا دعا لهذا الموضوع وكان هناك فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة فسيدنا دائما هو مبادر ويستشرق المستقبل هذه هي عبارة عن أستطيع القول هي استراتيجية المقاربة الفكرية بداية والتي أفضت حقيقة إلى تنفيذ الرؤية الملكية في هذه الاستراتيجية وما أملاه الدور العقائدي والديني على جلال السيدنا بأنه يدافع الدين الإسلام ويوضح ما هو الدين الإسلام الصحيح وبالتالي عرت الجماعات الإرهابية هذه المقاربة نسميها المقاربة الفكرية الناعمة كشفت ما هي حقيقة هؤلاء المتطرفين وما هي أهدافهم هم عبارة عن أيديولوجيات تتغطى بأيديولوجيات دينية لتحقيق منافع شخصية وبالتالي انعكس ذلك على بعد استراتيجي أبعد من ذلك والذي يفكر فيه جلس سيدنا اللي هو تجفيف منافع هؤلاء المتطرفين من مختلف الدول تقليص الولاءات لهم لأنه أصبح هناك عدم قناعة لدى الشباب بفكر هؤلاء المتطرفين واللافت محمد باشا أيضا بأن الجميع يصغي لجلالة الملك يعني ساسة العالم وقادة العالم وعواصم صنع القرار تستمع جيدا لجلالة الملك وما يقول جلالة الملك في المحافل الدولية وننتحدث عن تأثير جلالة الملك على الجهد الدولي والإقليمي أيضا في محاربة الإرهاب وأيضا التطرف يستي جلالة سيدنا هو بالبداية يعني هو قائد عسكري وإلو بعد استراتيجي في مكافحة التطرف سبق وذكرت حكيت أنه الهاشميين أصحاب رسالة ورسالة هاي ممتدة من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح من الواجب على سيدنا أنه يوضح الصورة السمحة بالمحافل الدولية أكاد أجزم أن لا يوجد هناك زعيم يتم الاستماع لما يقول وما هو البعد الذي لديه خاصة فيه البعد السياسي والإستراتيجي حتى في كافة الأبعاد وليس في مجال مكافحة التطرف يعني مكافحة التطرف سيدنا تولاها في من خلال توجيه الدولة وتوجيه الحكومة وتوجيه القوات المسلحة إلى وضع استراتيجيات المكافحة ذلك لكن نحكي على المستوى العالمي هو كان دائما صاحب مبادرة يوضح ما هو الدين الإسلام السمح وكان هناك في أي محفل دولي أو أي اجتماع كان سيدنا هو المبادر بطرح أشياء جديدة تتعلق بتوضيح الصورة السمحة للإسلام وقادة العالم والإسلام براء من هذه الألفي أبضل والإسلام براء من هذه وأسمهم سيدنا زي ما أسلفت أنه هم الخوارج نعم أيضا في عهد جلالة سيدنا كان في تطوير أيضا على الجيش وقوات المسلحة يعني شهدت تطور كبير خلال هذا الربع قرن والـ 25 نعم كيف نجحت الجهود الملكية بهذا التطوير بتحديث الجيش وأيضا الاستمرارية بهذا العمل وهذا التطور شكرا عن السؤال سيدتي لأنه أحكي شغلة الآن هو إحنا المقاربة الثانية اللي بنحكي عنها في مجال مكافحة التطرف والتي تتعلق بالجانب العسكري والأمن الآن هذا جانب صعب ودقيق بداية ويحتاج إلى أول إشي تواتر معلومات نسميها إحنا معلومات استخبارية فيما يتعلق بهذا الموضوع وكل ذلك يحتاج إلى تكنولوجيا حديثة تستخدمها القوات المسلحة في هذا المجال صحيح فسيدنا في توجيهاته دائما يوجه القيادة العامة وعطوفة الرئيس إلى استخدام أفضل تكنولوجيا متطورة في هذا الموضوع لأنه عملية مكافحة الأرهاب تحتاج إلى متابعة تحديد النوايا استخدام معدات تفوق المعدات اللي يستخدمها هؤلاء الأرهابيين وبالتالي وجهها في استخدام التكنولوجيا مثلا عند منظومة أمن حدود متطورة جدا على الحدود وهاي تحقق الردع الدفاعي العميق أيضا استيراد أسلحة تحقق الردع الدفاعي العميق في استهداف هؤلاء الأرهابيين فسيدنا دائما يوجه في استخدام لخلق جيش تكتيكي قادر على مواجهة هاي التهديدات احنا كل يوم في عنا تهديد جديد كل يوم في تهديد التهديد بالطور الجماعات هاي تبحث عن أساليب تطور فيها نفسها لتحقيق أهدافها منافعها الشخصية وبالتالي يجب أنه احنا نكون سابقهم في خطوة لذلك جلالة الملك دائما يقول بأن الدولة تجدد نفسها بنفسها خلال تطوير العنصر البشري نتحدث عن الجنود وعن الأفراد في أقوات المسلحة وأيضا التحديث الفني من سواء بالمعدات والأسلحة إذا ما تحدثنا عن شخصية جلالة الملك القائد على القوات المسلحة الشخصية العسكرية وقرب من رفاق السلاح وأيضا زياراته الميدانية للمناطق الحدودية على وجه الخصوص سيدتي تصفحي الأقليم والمنطقة هناك قائد أسكري يشارك في عمليات إنزال أو ملك في عمليات إنزال على غرزة هذا الدليل على أنه سيدنا يحب يشارك رفاق السلاح دائما متواجد حتى على المناطق الحدودية شارك القوات المسلحة في عمليات القفز الصباحية بالمغالية ويمكن صار في صدى فسيدنا يحب يعني هو برتاح نفسيا لما يكون بين رفاق السلاح هو ابن المؤسسة العسكرية فهو يعرف احتياج العسكري والضابط وما هي متطلباته عاش في شبابه في المؤسسة العسكرية وبالتالي هذا انعكس على شخصيته وحبه لأنه تربى بين هؤلاء العسكريين وشرب قواعد العسكرية وبالتالي هو دائما يرتاح نفسيا عندما يزور أي وحدة عسكرية يعتز ويفتخر بالقوات المسلحة دائما سيدنا من الداعمين وحكى عنهم آخر فترة هما الأصدقوا قولا والأخلصوا عملا يعني فعلا القوات المسلحة وأنا أحد أبناء قوات المسلحة وبعتز أني في أحد الأيام خدمت 31 سنة في القوات المسلحة والقوات المسلحة يعني ما تبخل جهد على أبنائها في تطويرهم تدريبهم وكل ذلك بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه نعم يعني ساعدين جدا بهذا الحديث ودائما نتمنى لبلدنا التطور والازدهان نعم تفضل كلمة في كلمة أخيرة حاب أحكيها سيبقى الأردن عزيزا ويبقى السد المنيع في وجه قوة الظلام وستكون راياته بإذن الله خفاقة يحميها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحاب في هذه المناسبة أن أرفع بطاقة تهنية على القوات لمنتسبين قوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمناسبة يوم الجيش يوم قد بكرة أيضا لا يفوت لي أن أذكر زملاي أيضا بطاقة تهنية على إخوار رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين فنحن الرديف للقوات المسلحة وسنبقى الجند الأوفياء في بلد الحسين وبلد الهاشميين وكل عام وأنت بخير وأنت بألف خير أردن بخير وحام الله لأردن وحفظه أمين أمين نشكرك جزيلا شكر العميد الركن المتقاعد محمد علي شنكات شكرا على تلبية دعوة الحوار ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير وأنتم بألف خير شكرا لك